أم يوسف من الإمارات نعم نعم يا أم يوسف أيوة أيوة أنت على الهوى اخفض التلفاز سلام عليكم وعليك السلام سلام عليكم وعليك السلام يا أم يوسف قولي أم يوسف سوطرة لو سمحك أبغي أسأل أنا عندي ابني يعني في السن مراهقة في السن مراهقة ويعني من النوع اللي كتير بيهتم في شعره بنفسه خليه يهتم بشعره خليه يهتم وإنه المشكلة وهذا عندك مراهقة الله يراهقنا هذا عندك مراهقة يا أم يوسف ليهتم بنفسه ونظافته والشعره تعتبرينه مراهق في حريم يطلقون لأنه زوجهم ما يهتمون بنفسهم ترى لا أنت اخفض التلفاز يم يوسف اخفض التلفاز عشان تسمعك صح وتسمعين الصح لا بطولوا بطولوا بشكل ملفت زين بطولوا بشكل ملفت هذا شيء ثاني لابد من عرف الناس وعرف الناس الآن ما يطولون الشعرهم يحلقون مثل الناس بالتي هي أحسن يحلق مثل الناس هذه الفترة كلنا نمر فيها عنا شباب كل الشباب يريدون طولون شعره ما هذا عندنا ابو حمدان طول شعره وانت طولت شعرك أكيد كلنا طولنا شعرنا وحنا بسن المراهقة بسوك السلوكيات يعني الحمد لله جدا ممتاز سلوكيات ممتاز الله يوثبتها لكن في سن المراهقة الشباب 15-16 سنة تريد تثبت وجودها مرة طول شعر إنه أصبحت أنا ملك نفسي زمان وانا صغير كانت أم تجرني عند الحلاق صح؟ وانت صغير يلا جات المدارس تمسكين من شعره عند الحلاق وكت كت كت الحين هو يقول أنا الآن ملك نفسي أريد أطول شعري ردت فعل انعكاس موجودة هذه العلم النفس ردت فعل موجودة بحتوي ما أعتبره مراهق ما أهمشه ما أقول أنت يا منحرف أنت يا مراهق أنت تمشي مع المعرف ايه؟ تمشي مع المنحرفين لا فترة انعكاس عما جرى الآن يريد أن يثبت لنفسي أني لست طفلا ولست كما كنت طفلا تحت سيطرة أبي وأمي بحتوي فأنتي لازم تسألين عن الاحتواء قبل ما تسألين شو الحكم لازم تسألين عن الاحتواء قبل ما تسألين شو حكم إطالة الشعر لا لأن الأغلب بعلق عليه كمان فيه تعليقات خارجية يعني بالتي أحسن أم يوسف هذا ولدك ما هو ولدي احتويه بالتي أحسن الكلمة الطيبة تجعل ابنك خاتم بصبعك بالكلمة الطيبة لا تسألين حكم مش أسوي كيف عاقب ولدي أقولك منه عن المصروف إذهبي به للحلاقي رغم أنفه وحليقي شعره لا ما أقول لك هلك أقول احتويه اصبر عليه طولة نفس ترى أنت زمان كنت مراهقة وزوجك اسألي زوجك اسألي زوجك إن شاء الله إن شاء الله الله يجديك ألف خير يا رب العالمين شكراً أسألي زوجك قولي زوجك أنت زمان كنت تطول شعرك شوف شو يرد إن شاء الله أصبر عليه أختي أصبر دبل ما تعاقب يحتويه نعم